الجزائر. يتكون العلم من ثلاثة ألوان. لديها عنصرين رسومي. يمثل اللون الأخضر الإسلامى، الدين الرسمية للبلاد. اللون الأبيض يرمز إلى النقاء. يمثل اللون الأحمر إراقة الدماء فيما يتعلق بنضال البلاد من أجل التحرر من القوة الاستعمارية الفرنسية في منتصف القرن العشرين. أصبحت الرموز، وهلال ونجم، في القرن الماضي أيقونات أصبحت مرادفة لدين الإسلام والثقافة الإسلامية. تماما مثل الأعلام ذات السلبان، غالبا ما تستخدم كرموز في البلدان التي تعتبر المسيحية الديانة الرسمية أو المهيمنة. ولكن عندما يحتوي الكتاب المقدس المسيحي على إشارات واضحة إلى الصليب وصلب يسوع المسيح، فلا توجد إشارات إلى الهلال والنجم في القرآن أو الأحاديث النبوية التي ينبغي أن توحي بأن الأيقونات يجب أن تصبح بحكم الواقع أيقونات رمزية للإسلام. تم استخدام الهلال والنجم كرموز ثقافية لأكثر من ألف عام، وبالتالي نشأت عدة مئات من السنين قبل أن يصبح الإسلام دينا. في ذلك الوقت، تم اعتماد القمر والنجم في شعار النبالة في بيزنطة. وبرز الهلال والنجم كرموز بارزة في عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي تضم، بالإضافة إلى يومنا هذا، أيضاً أجزاء كبيرة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وهكذا ارتبطت الرموز من هذه الإمبراطورية الإسلامية العملاقة بالإسلام، وكانت العديد من البلدان التي لديها اليوم هلال ونجم في علمها جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. ثلاثة أشياء جديرة بالملاحظة حول العلم تم اعتماده كعلم وطني في عام 1962، بعد أن أصبحت البلاد مستقلة عن فرنسا. الهلال والنجمة من الرموز الشائعة جداً في الإسلام، والتي تستخدم على نطاق واسع في الأعلام الوطنية. كما ذكرنا سابقاً في الفيديو، كانت هناك علاقة واضحة بالإمبراطورية العثمانية، والتي نشأت مما هو الآن تركيا. إلى جانب تركيا والجزائر، تستخدم الرموز في أشكال مختلفة في عدد من الأعلام الوطنية الأخرى. هذه هي أذربيجان وجزر القمر وليبيا وماليزيا وموريتانيا وباكستان وسنغافورة وتونس وتركومانستان وأوزباكستان. الصحراء الغربية هي منطقة كبيرة على الحدود الغربية للجزائري. هذه المنطقة من الأرض متنازع عليها دولياً، ولم تعترف بها الأمم المتحدة كدولة مستقلة. ومع ذلك، فإن العلم المستخدم في هذه المنطقة يستعير أيضاً نفس السمات الرمزية مثل العلم الجزائري، مع وجود هلال ونجم وألوان حمراء وخضراء وبيضاء في العلم، ترجمة نانسي قنقر